هو الغزو الروسي لأوكرانيا لا يمكن أن تستخدم تعبيراً أو مصطلحاً مختلفاً عن ذلك عن هذا التعبير الغزو الروسي لأوكرانيا لكن قبل ما أتكلم على ما جرى وما يجري وقبل ما نتواصل مع محللين في محاولة فهم الواقع العالمي الآمن وخصوصاً تدعياته على مصر وعلى الشرق الأوسط عموماً خليني بس أحكي لكم عن قصة أهل الكهف لقد يقدنا الحديث عن أهل الكهف إلى ما نريد أن نتحدث عنه فيما يخص حالنا وحال العالم إيه قصة أهل الكهف؟ كلنا نعرف هذه القصة مروية في القرآن الكريم وتحمل صورة من صور القرآن اسم الكهف أهل الكهف اللي هم شباب بضعة شباب من المؤمنين اللي ربنا ذاتهم هدى وشافوا وقعهم ومجتمعهم إلى أي درجة هما بيتفاعلوا مع هذا المجتمع كما نفهم من القصة القرآنية يعني إنه وقع في ظلم الواقع في كفر الواقع في عصيان الواقع في غياب للعدالة الواقع في بطش الواقع في كل صور السلبيات والسيئات التي تضغط على مشاعر هؤلاء الشباب وتضغط على معتقداتهم أو رغبتهم الإيمانية يعني في التواصل مع الله سبحانه وتعالى أو في مجتمع يعني يفترض فيه قواعد العقل والمنطق والمساواة والعدل الواقع القرآنية ما بتقلناش بالزبط بطبيعة الحال ده في أي زمن وفي أي فترة لكن عموما يعني هي القصة موجودة في التراث ما قبل القرآن يعني في التاريخ اللي قبل الإسلام ومن ثم يعني ربما تكون كل حتى اللي حكاولنا القرآن من إن احنا مش عارفين بالزبط عددهم الكلب اللي معاهم رقم كم معاهم ضمنهم نموا قد إيه في الكاب كل دي ربما يعني أمور مفتوحة عشان يفضل المعنى والمغزة أهم من الواقعة وضقة بعض تفاصيلها أو معلوماتها ويقين بعض معلوماتها فالمغزة هنا إيه إن ربنا بيحكي لنا على الشباب دولة اللي تخنقوا من اللي بيحصل في مجتمعهم واللي استقوا جدا من هذا المجتمع فقالك معقولة المجتمع ده ممكن يتغير المجتمع ده ممكن يصلح الناس اللي إحنا يأسين منهم اللي إحنا عجزين عن تغييرهم إن إحنا مش طيقين وجودهم الأفكار دي السمات دي، الصفات دي، المعاملات دي، العبادات دي هل ممكنها تتغير؟ يأسوا ربما ويعني أصاب قلبهم شيء عميق من اليأس وانفصال شديد عن الواقع وحزن أشد على عجزهم وانهم ما يقدرونش يعملوا حاجة ولا يقدروا يغير فصعدوا الكهف قاووا إلى الكهف ودخلوا الكهف وكأنهم يعني في عزلة عن العالم حتى أن الله سبحانه وتعالى بقى أنامهم قدر ما أنام من أيام وسنين ويأيقظهم بعد ذلك بعد عمر كل هذا الزمن ينزلوا من ذات الكهف من ذات السمات إلى المجتمع بتاعهم فإلى وحاجة تانية خالص إليه مجتمع وقد يعني انتشرت فيه قيم الجمال والعدالة والحق والاحترام وانسحبت منه السمات والصفات السلبية التي كانت يعني دافعا لهؤلاء منهم يهجوا ويرحلوا ويصعدوا إلى الكهف الدنيا تغيرت الحياة الوحشة الصعبة الضيقة الخنيئة الظالمة تحولت إلى حياة طبيعية عادية جميلة أو يعني محتملة صافية ضافية لا إذا كان يا جماعة الفتية اللي آمنوا بربهم وزدناهم هدى يعني شوف ربنا بيوزكيهم إزاي مش يطفشوا من المجتمع والمجتمع ده كان ظالم للدرجات إزاي تغير إذن اللي ما طلعوش الكهف هم اللي غيروه يعني الناس الكويسة قوي اللي قررت تعتزل بمشاعرنا الواقع الوحش ده وقالت إحنا ملناش دعوة بيه حضى الله بيننا وبينه خلاص قرفنا منه أو انزعجنا منه أو يقسنا منه أو عجزنا معاه فتوقع الله يهجر يطلع الكهف وعد ماشي هم دولة الطرف المؤمن المفروض المهتدي بشهادة إلهية يبقى طلعو الكهف ويسابو المجتمع اللي فيه المجتمع تغير خلينا أقول هنا كذا إشارة هو المجتمع تغير بدون أهدى ما فيه عادي في الكهف المجتمع التحول الشرير ده اللي فيه ظلمه فيه ادر مجموعة اللي ما طلعوش في الكهف بقى ما كنت فيه فتية تانية كانوا عايشي ما طلعوش للكهف ووصلوا محاولاتهم دون يأس دون عجز دون يحباط دون توقف وبرسوا هذا النشاط الإنساني في التفاعل مع مجتمعهم ومحاولة تغييره فاتغير المجتمع ده فيه سنة 200-300 اتغير المجتمع ده من مجتمع الظلم إلى مجتمع العدل من مجتمع القصوة والشدة والكفر والبهتان والزور إلى مجتمع المساواة والرحمة والرفق والجمال لدرجة أنهم لما بيكتشفوا وجود بقى الناس أهل الكهف شوفوا بقى نبدأ عليهم إي نعمل إي نسوي إي وتعامل يعني وديع الحكمة هنا المغزة يعني ربنا لما بحكينا قصة الكهف دي وإحنا عادينا نتأملها سنة 2022 ربنا حكيها لنا عشان نطلع الكهف ولا عشان ما نطلعش ربنا عمل لنا الحكاية دي وننزل لنا في القرآن علشان نطلع الكهف ولا عشان ما نطلعش الكهف يعني فيه تصوري وزعمي واعتقادي انه القصة والصورة معمولة علشان تقولك لا تصعدوا إلى الكهف مش يقولك استمروا في الكهف اصعدوا إلى الكهف لا الصورة القصة نفسها لما تتعملها الناس المحترمين قوي والمهتدين قوي واللي ربنا يعني مقدمهم باعتبارهم عنوان للهداية للهدى زهقوا طفشوا ومشوا واعتزلوا لكن سيرورة الحياة حركة المجتمع التغيير للأفضل نجح وهم مش موجودين وهم مش مشاركين يبقى الصح ايه انك انت تعمله انك انت ما تعيشش العزلة الشعورية دي ولا الاعتزال النفسي ده كل الواقع المراهن اللي موجود مهما حسيته تسلف تخلف رجعية مشكلة كبيرة جدا في العقل وفي الوعي انحصار شديد جدا في الفهم الاعلام الجميل الكبير اللي سيد سمير عمر منازل مقال منهارده بيكلم فيه على انه يعني ما نفهمه منه يعني ان زمان بنكلم عن مجتمعات تحت مستوى الفقر تحت خط الفقر فاذا بيبي اكتشف فيه مجتمعات تحت خط الفكر يعني الفقر اللي هو فيه قرابة 30% من المصريين بيعانوا انهم تحت خط الفقر فيبدو انه نسيد سمير عمر يعني ب ب ب بطبصرة شديدة يعني وتبصر شديد قالنا انه فيه كمان نسبة بقى الله اعلم يعني ممكن نقدرها بكام تحت مستوى الفكر ما نفكرش اصلا صور انت دي يعني فلما تشوف مجتمع تحت مستوى الفقر او تحت مستوى الفكر او تحت خط الفكر يعني ان داي فكرني ب سيد يوسف دريس طبعا كاتبنا واستاذنا الكبيرة عظيم لما كان بيتكلم عن فقر الفكر وفكر الفقر فلما تشوف مجتمع دا السمات او صفاته او دي عدوانيته وعنفه او دا خارطه في الوعي وفي الفهم او دي سلوكيات ومسالك وتصرفات اطرف فيه واطيف فيه فانت ممكن انت بقى كنت ايا مكان بقى من اي طرف من اي مجموعة من اي طيار من اي حالة تاخد موقف سلبي من مجتمعك وتعتبر وتحكم عليه بانه مجتمع انت بقيتش عارف تتفهم معاه ومش عارف تتواصل معاه ومجتمع وصل لتحت قط الفكر ايه بقى تعمل ايه بقى النتيجة ايه تختار طريق العزلة الشعورية والاعتزال النفسي وليش دعوة وماشتبكش مع العالم دي وما انشغلش بالواقع دا وخلينا في نفسنا وخليني في نفسي الخمسة ستة اللي هما يصعدوا كافة دولة يخلوهم في نفسهم ها يعني نبني علاقة وديعة لطيفة مع الكلب بنا ونعيش حياتنا في في رفقه ورقفه ونسبنا من وجع القلب وما فيش داعي لاشتباك وخداء وواقع وتفاعل ونشاط يودي في الاخر الى كبت وقلم وضغط عصبي وتترمي عليك او عليكم انتو الفتية اللي امانوا بربهم وزنهم هدى دولا يترمي عليك بقى يعني من كل جهة من جهات الارض قزورات ومقزوفات من الفضلات الافكار اذا احنا يعني الاختيار هنا لما تقول انا ما هعمل العزلة الشعورية دي او هعمل الاعتزال النفسي ده وتقول بيش دعو بالمجتمع ده خلاص انا زيقتي منه انا ما عنديش اي رغبة في تغييره انا لا ده هو زيادة عن محتمل انا هطلع الكهف الكهف بقى بتاعك يعني متعدد مش بالضرورة الكهف اللي هو يعني فجوة في قلب الصحراء يعني وفي قبل الجبل في الصحراء ده ربنا سبحانه وتعالى بقى اللي بيقول لنا انه ايه عا تطلع الكهف ده انا هطلع اتقوم لكم مخصوص عشان ما تطلعوش بعدها ابدا تاني عشان يبقى اهل الكهف اول واخر من صعدة الى الكهف القصة كلها ربنا بيقول هلا علشان نفضل في مجتمعنا علشان نفضل نعيش في مجتمعنا ايا كان درجة انسجامك او رفضك او خصمتك او توافقك مع هذا المجتمع انك تعيش وتتفاعل فيه وتأثر فيه ويؤثر فيك فالمجتمعات كده تتغير ربنا ايلك قانون الهي كده تتغير تطلع الكهف وتتفرج هنفرجك هنعلمك انما تتغير انما انت مش هتبقى شريك في التغيير فخلاصة هو الصعود الى الكهف ممنوع الهيا ممنوع الخبرة اللي بتاخدها الدرس اللي بنستوعبه من اهل الكهف اننا لا نكون اهلا للكهف ابدا بل نبقى في الارض نبقى في الارض على هذه الدرجة من التفاعل من المشاركة من الرغبة في التغيير من تجديد المجتمع ونتحمل كل هذه الاعباء الفتية اللي هم اي فتية الفتية اللي عايزين يغيروا في الثقافة الفتية اللي عايزين يغيروا في السياسة الفتية اللي عايزين يغيروا في الدين الفتية اللي عايزين يغيروا في الموسيقى الفتية اللي عايزين يغيروا في العلاقات الاجتماعية الفتية اللي عايزين يغيروا في الممارسات الدستورية اي حد بقى عنده الاحساس بانه عايز يغير في مجتمعه عايز يأثر في مجتمعه عايز يحس مجتمعه عايز يطور مجتمعه هو ده اللي لابد ان يتمسك بعدم الصعود الى الكهف انطلاقا من هنا من انه لا تصعدوا الى الكهف اشتركوا في القناة